السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعد لي كل أوقاتكم أحلى صبايا وأحلى متابعات لقناة فكرة وطبخة مع أم أحمد من وين ما كنتوا بتشوفوا القناة يسعد لي كل أوقاتكم وأتمنى إن شاء الله تكونوا دائما بخير وهدات بال اليوم إن شاء الله رح أرجع معكم للروتينات رح أبدأ معكم روتين صباحي في المطبخ إن شاء الله دائما بتكون قهوتكم في بيتكم عامرة مع أحبابكم بعد فنجان هالقهوة رح أحكي لكم إنه اليوم شو رح أعمل كثير في أشياء حاب أفرجيكم إياها طبعا وهون كنت أنا موصي على طلبية ووصلتني حاب أفرجيكم إيش الأشياء اللي طلبتها هاي القطعة كان عندي مثلها بس برمضان انكسرت فحبيتها كثير ورجعت جبت كمان قطعة زيها تعرفوا إحنا بالصيف ما بنستغني عن مكعبات الثلج بأشكالها طبعا وهاي القطعة برضو رح أفرجيكم الفيديو اللي رح أنزله فيها أكيد شفتوا القطعة اللي اشتريتها كانت على شكل رأس قلب بالمرة اللي فاتت برضو هاي القطعة جبتها سعرها كان كثير منيح وإلها استخدامات كثيرة أما هذا الشكل رح أعمل فيه إن شاء الله معكم الكيك أنا عندي منه الحجم الأكبر فحبيت أعمال بالحجم الأصغر أما هاي القطعة شوفوا ما أحلاها كان عليها خصم منيح فأنا عندي يعني مرية للمطبخ كانت قصيرة هاي القطعة طويلة كثير نوعيتها طالعة حلوة وخامتها عن تد ممتازة وبرضو هاي القطعة للثلج شوفوا ما أحلى فكرتها هي من السيليكون ممكن إنكم تعبوها بالماء وبعدين تفكوها شوفوا كيف القطعة اللي فيها شوفوا الكم يعني كم بتطلع لكم حجم عن جد ممتازة وبرضو إنه حجمها صغير ما بتأخذ حيز بالفريزر وهون كمان جبت هذا الملقط كثير بحتاج إنه يكون عندي ملقط رفيع أنا اللي عندي عريض شوفوا ما أحلى ها فكرته وسيط وسهل وحلو بالاستخدام أما هدول القطعتين كان عليهم برضو عرض مع بعض إنه أنا لسباتولات اللي عندي تقريبا صار إلهم زمان وفترة مع إنه بعثني فيهم ممنيح وبالخشب لكن نتغير شكلهم فهدول التنتين مع بعض القطعتين كان عليهم عرض حسيتهم كثير يعني احتياجي وهلأ خلينا نبدأ في وصفاتنا لليوم وفي البداية خلينا نبدأ بسم الله ونتوكل على رب العالمين اليوم إن شاء الله أنا كنت بالليل غاسل الفصولية الحمرة تعرفوا إحنا كثير بنستخدمها للسلطات وجدًا جدًا مفيدة فرح أرجع اليوم أغسلها أكثر من دور وأضيف عليها ماء ساخن وأسلقها حتى تكون جاهزة للسلطات وكمان رح أحضر عجينة الششبرك ورح أعمل كمان هون شوية كبة يعني حجم صغير وحجم كبير ممكن أحطهم بالفريزر لأنه اليوم يعني في الشي علي أشياء أعملها فابدي أستغل للوقت وأحضرها وأول خطوة هون خليني أبدأ بتحضير عجينة الششبرك أكيد كلكم شفتوا هالوصفة على القناة من شاء الله يعني أنا بالعهدة بحب دائما أنه يكون عندي بليفريزر حتى لو أنه الأيام مرات بتكون سيف وهو أطيب بالشتاء بس أنا بحب مرات أعمله كطباق جانبي واليوم إن شاء الله رح أحمل كمية وأفرزنها لوقت الحاجة في البداية هون بأي كوب مستخدمتي بيضل معك الكوب للماء وللتحين طبعا النوعية جيدة من لتحين ضفت أربع أكواب ورح أستخدم حوض الحجين للسرعة ورح أضيف على الأربع أكواب في البداية ملعقة صغيرة من الملاح وملعقتين من الزيت النباتي ورح أضيف عليهم كوب ونص من الماء في البداية هون رح أضيف الكوب الأول الماء دافية يعني بدرجة حرارة الجو اللي إحنا فيه إذا كانت الدنيا بارد يعني بتدفوها شوي إنها ما تكون باردة جدا وبشغل عليهم مضرب العجين في البداية ببدو على سرعة متوسطة بعدين بعل السرعة وبعد هيك برجع أضيف نص الكوب الثاني بالنسبة لنص الكوب تقريبا ضفت ربعه إذن أخذت معي الأربع أكواب كوب وربع من الماء برجع أعلي سرعة العجين لحد ما تشبك العجينة بالمضرب يعني تقريبا بدها خمس دقائق على سرعة متوسطة بتكون جاهزة وهيك صار وقت إنه أرفع العجينة من العجينة لأنه صارت جاهزة العجينة يا صبايا بتكون طرية مش قاسية وفي نفس الوقت غير لاصقة بالإيد يعني طروتها حتى تفرد معك وبدنا إياها هيك تكون مثل المنديل رقيقة لما تفرديها يعني إنه العجينة تكون شفافة فلما تكون سميكة كثير ما فيها مجال بيكون إنه تفرديها فهيك العجينة قوامها بتطلع مظبوط يعني الأربع أكواب مثل ما حكت لهم بدها كوب ربع من الماء هلأ حتى تحصلي على نتيجة للعجينة ممتازة ريح العجينة قدر ما تستطيع يعني أنا بصراحة عملتها الصبح مثل ما شفتوا يعني الصبح بكير عملتها وتركتها ثلاث ساعات وهي على الكاونتر لا ترتاح أكثر كل مرتاحة تأخذ نتيجة أسرع وأحلى بالفرد يعني ممكن هون تخليها أقل إشي ساعة وأكثر إشي كيف ما أنت بتحبي هلأ رح أترك العجينة ترتاح ورح أبدأ أحضر لعجينة الكبة بالنسبة للكبة أنا اليوم مستخدمة البرغل الأصفر بالعادة أنا بستخدم مناصفة إما برغل الأصفر أو برغل بني إن موجود عندي بس يا سبايا اللي بيبعتولي إنه ما بتنجح معهم إلا بالبرغل البني لا هي بتزبط مية بالمية وهلأ رح أحكي لكم بدون إضافة أي مواد عليها بكل بساطة هاي الكب اللي أنا اليوم بعملها معكم رح تشوفوا نتيجة جدا مميزة مجرد إنه ضفت كوبين ماء مغلي بدون إضافة الملاح لكوبين البرغل رح أقلبهم مع الماي وأغطيهم وأتركهم على الأقل ساعة بس يتشرب البرغل وتتفتح حباته وبعدها بنبدأ نضيف عليه الإضافات ونحضره للخطوة اللي بعد هلأ رح نحضر لتتبيلة اللحمة لأنه حمنا نعمل ششبرك ونعمل الكبة هلأ أنا هون رح أستخدم كيلو من لحمة العجل ضيفت لها تقريبا ربع كيلو من لحمة الخروف حتى تعطيها دسامة وهي ناعمة سادة ما ضفت عليها أي إضافات رح أستخدم تقريبا أربع حبات بصل يعني تعادل ربع كيلو من عفوا نص كيلو من البصل رح أستخدم المحضرة رح أفرهمهم بدرجة ناعمة جدا حتى تكون اللحمة أوضح من البصل يعني ما بدي البصل تكون واضحة بين اللحمة وهذا الإشي بس في الششبرك بنعمله يعني بالطبخات الثانية بتكون البصلة خشنة شوفوا هون أنا فرمتها كثير ناعم رح أرفع هلأ تقريبا أترك منهم بسم العقتين هدول رح أتركهم رح أخدهم لعجينة الكبة للبرغل هلأ هون ضفت الزيت النباتي على البصل ورح أرفعه على نار متوسطة ببدأ أشوح البصلة مع الزيت وأقلبها وبقوّن نار شوي وهون بضيف عليها اللحمة اللحمة مثل ما حكيت لكم سادة مش ضيفة عليها أي إضافات رح أضيفها على البصل وطبعا ما بتأخذ وقت بالعادة مجرد تشويح وهون ببدأ أضيف عليها التوابل أنا هون فقط ضفت الملح والفلفل الأسود والملح حسب الرغبة ورشة بسيطة من الفلفل الأسود ما بدنا يتغير تعم اللحمة ونكتها وابدأ أقلبها بهاي الطريقة طبعا ما شاء الله يعني ريحتها بتطلع بتشهي ومثل ما أنتوا شايفين ما بتأخذ وقت مجرد أنه تتشوح ويتغير لونها يعني حتى أنا هون ما رح أغطيها رح أتركها مكشوفة حتى ما تنزل منها أي سوائل وتحافظ على السوائل في داخلها مجرد أنها تستوي وطبعا هيك بتكون تقريبا جاهزة يعني مثل ما شفتم ما بتأخذ وقت هلأ خطوة تحضير اللحمة لازم تكون جاهزة قبل ما نبدأ نفرد العجين حتى تكون باردة لأنه ما بصير يعني نحشي الشش برك باللحمة وهي ساخنة طبعا هون نطفي عليها وهيك صارت جاهزة معي مجرد أنها تختفي السوائل اللي فيها بهاي الطريقة وبتركها لتبرد خطوة كثير مهمة حتى تحصلوا على نتيجة ناجحة للشش برك إنه نصفي اللحمة من السوائل اللي فيها هلأ إذا تركتيها من غير ما تصفيها يعني هاي من البصل إذا تركتيها من غير ما تصفيها رح تحسي إنها بتفتح معك قطعة العجين فضروري إنه نرفع منها السوائل وهي السوائل عادة يعني ما بنتخلص منها ممكن إنه تضفيها لأي بصلة أنت بدك تطبخ وتحضر طبق طبخ لأنه فيها نسبة دسامة منيحة وكمان الكبة نفس الإشي برضو بنصفيها نفس الطريقة حتى نحصل على طبعا قطعة من الداخل تكون فيها اللحمة متفتحة وما تكون طرية من جوا بسبب السوائل اللي بتكون في اللحمة هلأ هيك اللحمة صارت جاهزة بس رح أضيف عليها قطرات من دبس الرمان طبعا هذا بضيفه للكبة بس للشش برك ما رح أضيف وهون رح أبدأ أقطع العجينة ما شاء الله شفتوا ليونة العجينة يا صبايا طرية ولينا هلأ رح تحسي إنها العجينة رح تكون مرتاحة وتفرد معك بتقسميها لكوار قبل ما تبدأ تشتغلي فيها حتى كل قطعة ترتاح وطبعا بتغطي العجينة وإنت تشتغلي العجينة المتبقية بتغطيها والفرد على سطح مرشوش تحين ممكن تبدلي لتحين بالنشا بس منصحك بلتحين تحسي إنه لأنه من نفس العجين سبحان الله هيك بعطيها برضو طرعوة بنفرد كثير منيح بأي شوبك أو أي أداة شوفي كيف السماكة اللي أنا بدي أوصل لها جدا جدا رقيقة يعني برح تحسي إنه هي مثل المنديلة خفيفة ونيجي نحكي هون عن التقطيع بالنسبة للتقطيع اختاري حجم القطعة اللي بدكي إياها هالحجم أنا متعودة أعمله عطول وهو يعني بناء يعني تقريبا كيف كوب العصير أو كوب الماي إذا مش متوفرة عندك القطاعة راح تحسي إنه الحجم هو نفسه حجم كوب العصير اللي بنستخدمه أو كوب الشاي حتى ممكن إنه تقطعي فيه راح يعطيكي نام شعبتو كيف التشكيل برفع القطعة بحط فيها حشوة كمية منيحة يعني ملعقة صغيرة أربعيار ملعقة صغيرة وبشبك العجينة مع بعض متل القطعة طايف شايفين وبمسك القطعتين من الطرف على بعض وبتطلع هيك بهذا الشكل ممكن تحطوها على الثنية مرشوشة تحين او على الثنية فيها ورقات زبدة كيف ما بدكم برجع احشي كمان قطعة واسكرها بنفس الطريقة بهذا الشكل شوفوا كيف تسكيرها ما اسهل وممكن حتى تخلي حدا يساعدك بناتك او اي حدا عندك ممكن يساعدك رح تحسي انها بكل سهولة بتتشكل وبطلع شكلها امرتب ولما ترسوهم على الصينية خلوهم يعني بشكل انه ما يلتسقوا في بعض وكونوا امرتبين هلا انا من الناس اللي بتعرفوا يمكن بالفيديو السابق بحب انا الشاف حبات الشش براك على الفرن يعني على الشواية بتحاولوا انها تخلي صينية الفرن على الشبك على الرف الوسط ما تكون جدا قريبة من الشواية بتتخن الفرن على درجة حرارة 200 بس الشواية وبتترك الشبك على الرف الوسط مجرد ما تحسي انه لونها بدأ يتشمع يتنشف يتغير اللون على اصفر خلاص بتطلعيها وكل هاي العملية اذا كان الفرن محمى ما بتاخد خمس دقائق واذا تضلعينك عليها ما بنى لونها يتغير نهائيا مجرد انه تتنشف بتطلعيهم من الفرن تتركيهم ليبردوا وبتبدي اتعبيهم حتى اتفرزنيهم لايام رمضان لايام عزومة لايام انت مش فاضي انك انت تحضري بتحسي طبعا هدول هما الوجبة الاولى اللي انا حضرتها بالسواني شايفين ما شاء الله كمية التحيل اللي انا استخدمتها هي تقريب كيلو الا ربع يعني انا الكوب اللي انا استخدمته تقريبا وزنه 300 جرام حطيتهم عيني على سواني دخلتهم على الفرن وتنشفوا وصاروا بهذا الشكل شوفوا اللون يعني مجرد هيك تشميع بسيط اختلاف اللون الحبة بتحسيها صارت قاسي السطح من الخارج بطل طري مثل العجينة وهاي الخطوة كبير مهمة لما تفرزنوهم ما بمسكوا القطع في بعض وحتى لما نطبخهم وهيك هدول راح اتركهم يبردوا بس راح اخد منهم تقريبا كيلو راح اقسموا لقسمين كل نص راح اعملوا لحال اه لانه في اشي بدهم مع توم ونعناع وفي اشي بدهم فقط مع التوم اه بديت هون اول خطوة بتحضير اللبن بالنسبة لللبن انا بستخدم نوعين من اللبن اللبن الكشك البلدي اخذت تقريبا اه حبة كاملة كسرتها وغمرتها بكوب من الماء الساخن وراح ابدأ في البداية اخفق اللبن اه الزبادي العادي راح استخدم نص كيلو من اللبن اه اللبن ضربته كثير منيح وراح انزله بتنجرة وهلأ هون راح ابدأ اخفق اللبن اه البلدي برضو بنفس المكان اللي عملت فيه لبن الزبادي راح اضربهم كثير منيح وبعد هيك اصفيهم وانزلهم على نفس كمية اللبن الرايب اه هلأ ممكن تستخدموا يا صباح اذا مش متوفر عندكم هذا النوع من اللبن اللي هو اللبن البلدي ممكن تستخدموا اه اللبن السائل لنعاج انا هون اه صفيت اللبن اضفته على كمية اللبن الزبادي اللي خفقتها في البداية ومثل ما شفته اضفت ملعقة صغيرة من اه النشا او لطحين طبعا برفعهم على نار متوسطة يبدأ يسخن اللبن وباستمر في التقليب مجرد ما يبدأ اللبن يسخن ببدأ انزل عليه قطاع اه الشش براك المحشي شوفوا ما شاء الله لون اللبن ابيض ناصع اه والحبات غير متماسكات مثل ما انتو شايفين بنزل الكمية اللي بدي اياها وبتركها حتى تغلي غلوة او غلوتين ليطرى اه الشش براك مع اللبن ويوخذ النكها بهدي النار على الاخر مجرد هيك تقليب بسيط بالاتراض حتى اضمن انه انغمرت قطاع اه الشش براك باللبن شوفوا ما شاء الله رحتها عن جد بتشاهي من قبل ما اضيف عليها التومة وهي ما شاء الله ما شاء الله طالعة عن جد الريحة والنكهة بتشاهي طبعا هون ممكن اضيفوا الكزبرة او النعنع مع التومة حسب اختياركم بتركهم كمان دقيقتين فقط حتى ياخدوا بالنكهة وبندفع عليهم النار وهيك بيكون جاهز ما شاء الله ما شاء الله شوفوا كيف قوام اللبن اسميك هون انا بديت ازينو بالمكسرات اي نوع مكسرات بدكم اياه ممكن انكم ازينوها فيه الوجبة التانية اللي هي كمان نسكيرو اعملتها بس ضفت عليها التوم والنعنع بنزلها عليهم اعمل عقد سمنة وببدأ بس هيك بالاطراف اقلب حتى اضمن انه كل اللبن اختلط مع التوم واخد هالنكهة اللي عندك بتشاهي ومميزة سبحان الله يعني احنا متعودين عليه بالشتوية بس بالصيف بتحسي انه فيه رغبة مرات انكم تحضروا هالطباق اللي عندك تطالع بشاهي شوفوا كيف قوام اللبن ما شاء الله اللون والقوام طالع ولا اروع من هيك طبق حضروه ان شاء الله انه بيعجبكم ممكن كمان تعملوا جنبه طبق من الرز الابيض او الرز بالشعرية كيف ما انتو بتحبوه هون نفس الاشيه رجعت انزل عليها كمية من اللوز وهي اختياري ممكن كمان تزينوه برشة بسيطة من اوراق البقدونس وصحة والف عافية بنصحكم تجربوا مش صعب طبق سهل وسريع وبسيط هون انا حضرت الرز كالطريقة المعتادة اذا بتحبوا وتركي لكم طريقة تحضير الرز بالصندوق الوصف ما شاء الله كل حبة بحبتها متفلفل ومتفتح ممكن تستغنوا عن اللي شعرية وتتركوا رز ابيض لحاله كيف ما انتو بتحبو هدول اللي حكتلكم تركتهم يبردوا بعد ما شمعتهم هيك بالفرن على الشواية هلا انا شو بعمل بالعادة بعد ما يبردوا تماما بحطهم بكياس السحاب او بالفلين او باي يعلم عندك لوقات الاستخدام بحاول انو احط كل نص كيلو لحال حتى يسهل علي لما اطبخ كيف ما انا بديه طبعا انتي ممكن تحطي كل ربع كيلو لحال كيف ما عدد افراد الاسرة عندك وكيف ما بتحبي انو اتقدمي بسهل عليكي وبرضه بالتفريز ما باخد حيز بالفريزر لما يكون باكياس مغلفة ومرتبة ووقت ما بديك بتطلعي بيكون جاهز هون انا وزنتهم طبعا القطع وبديت اعبي فيهم ان شاء الله شوفوا شكلهم لطيف ومرتب وما احلاهم بعد ما وزنتهم غلفتهم بالنيلون الغبائي وتركتهم بالفريزر لوقت الاستخدام بتمنى ان شاء الله يكون فيديو اليوم عجبكم استفدتم من الافكار اللي حكيناها وبرضه هي يعني اشارة انو تبدو تحضروا اذا مرات بتكونوا في اجازة وفي مجال عندكم ووقت انو تحضروا اشياء ممكن تستفيدوا منها باوقات الدوام للصبايا اللي بيشتغلوا وصحة والف عافية اذا عجبكم فيديو اليوم يريد تدعموا بالتعليق عليه على اليوتيوب دائما بحكي لكم ولو بنقطة بتساعدوني انو الوصفة تظهر بمحركات البحث بالنسبة لعجينة الكبة رح احشيها معكم بالفيديو القادم ان شاء الله بس لو لسه مش مشتركين بالقناة يريد تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس على الكل يصلكم اول باول كل جديد بنزل على القناة